هيخدنا كلام وقف القيد والإمكانيات إلى أزيريو المدير الفني النادي الزمالك تقييمك له فنياً مش تقييمك له فنياً هل تشايف الراجل ده ماشي على الخطة اللي ممكن يعمل بها فريق النادي الزمالك ولا وقف القيد ده يؤدي إلى بعض التعصرات في استغطاب لعبين جود النادي الزمالك وراجل يلعب بقى بالموجودين على بعض النشيئين والأمور تمشي مالحة حتى فق القيد هو أنا راجل دوان بالنسبة لي مدرب محترم تمام مدير فني محترم بيلعب على قد إمكانيات الموجودة عنده تمام طبعاً محتاج دعم ده كلام لا اختلاف عليه محتاج دعم في أماكن كتيرة في الملعب ايه أماكن برضو حكي يعني وانت بتكلم معاك انت راجل مدرب وكنت لعب كبير يعني وانت بتكلم معايا فنياً الشرقنا معك فنياً أنا الفترة اللي تفعل محتاج مثلاً باكرايت محتاج مهاجم محتاج لعب في النص محتاج نص نص ملعب ومحتاج مدفعين ومحتاج باكرايت تمام ومحتاج فروت كمان دول أكتر مراكز محتاج فيهم محتاج فيهم لعيبة لكن هو المدرب الكويس بتقاس بان انت عندك عناصر دلوقتي وما عندكش غيرهم فتقدر تعمل بيهم حاجة لو تعدي بيهم المواقف اللي انت بعدت بيها عندك خمس ماتشات عشر ماتشات بطولة مش عارف ايه بتقدر تعدي بالمجموعة دي بتعمل طريقة لعبة ناسي بالمجموعة دي وتعدي بيها ويظهروا بالشكل اللي احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت طيب بصفتك مدافع لعب لنادي الزمالك في المكان بتاعك في حسام عبد المجيد في ظل غياب الوينش فيه قلت عبدالغني برضو الناس كلمت عليه فترة من الفترات حتم سكروا بعض اللاعبين الوعدين شايف وجودهم في ظل غياب الوينش يقدروا يقوم بالمسؤولية على اكمل واحد لا محتاجين مدفعين انت ردك يعني صدم اول لا ما هو فيه فيه اقول لي ده يلعب طب ممكن يوجه ده انت اصلا بتكلم في نادي الزمالك نادي الزمالك بتكلم في بطولة اكيد فمحتاج لعب زو مواصفات معينة طبعا محتاج لعب عنده مواصفات المواصفات المدافع بالنسبة لنا متتقاس مش في النوع قوي وسريع اه دي حاجات لازم تبقى موجودة في المدافع قوي وسريع لكن المواقف المواقف معينة في الثمانتاشر بقدر رئيس بها المدافع زي ماتش النصر ما كان بيلاعبه النصر ايه اللي حصل في الدياس 86 رونالدو سرق محمد عبدالغاني خطوة طيب انت لو عندك مدافع رجع الخطوة دي كان عمل ايه كان قافل عليه بس وكان شدت زمالك ايه تعادل وكان صاعد صح رمضان صاقر بيقولك ده رونالدو جاي في بروتش وكليني وجاي في بوفون وجاي في كل حناس العالم لا انا ما بكلمش على رونالدو انت طبعا دعها حاجة كبيرة انا بكلم على ان المدافع بالنسبالي بتقاس في الثمنتاشر بمواقف معينة بيعرف يقف في الثمنتاشر بيعرف يقف دي بالنسبالي انا بعد كده تقدر تعلمه اي حاجة لان هو هيعرف يقطع وهيعرف يجري وهيعرف يمسك ومناسبة الكلام والفنيات وراجل كان طالب سردباك يلعب رجل الشمال وكان موجود احمد ايمان موصول واخدهوش وراح للمصري ممكن كون ما عجبوش وبرضو يعني اما باجي اطلب ما انا خلي بالك انت عند انا بغدد امتى لما يبقى عندي امكانيات صح عند الخدمة فتوح صح اقدر اعمل لانا عايزه صح ان ارض الواقع بتقول ان احمد ايمان موصول العيب كبير نعم